السلام عليكم. النهاردة مراجعة ليلة الاضحان. آآ ودي حصة والعدادي. تعالوا النهاردة آآ هنراجع نرم كده المنهج نفكره كلنا مع بعض. المنزمة ان شاء الله هتبقى آآ مبعوطة على الجروب آآ بعد بإذن الله. آآ احنا لخصت فيها اهم الكلمات بتاعت اليونتس ولمينا الجرامر كله. المنزمة مفهاش تدريبات انا عارفة ان انت وطرس انا بتحلوا التدريبات كتير اوي فخلينا نلم المنهج آآ في المنزمة دي. تمام? تعالوا نبتدي مع بعض. اول يونت يونت ناين. كان بيتكلم على ديزاستر وكان بيتكلم هنا على الناتورال ديزاستر اللي هي الكوارث الطبيعية. زي الارث كويك. افالانش. تسونامي. فولكينو. نوكلير بومب. اللي هي قنبلة النووية. طبعا آآ اسألنكو لو في حد محتاجني اعيد حاجة سواء كلمة او حاجة في الجرامر مش مفهومة. يعني اعتقد مش محتاجين اقول لكم ايه آآ يعني يسألوني. نهار دا ليلة الامتحان. التاني عدد دي آآ استعار باع حدثي. بعد ما خلصت الحصة دي على طول ان شاء الله. العفوة الايه. بعد كده نكمل. لحد الوقت كل اللي احنا شوفناه دي. يعني كوارث طبيعية. الانسان ملهوش داخل فيها. زي الزلزال او الهيار الجريدي. التسونامي. التسونامي حارفين انها آآ موجة ضخمة جدا. بتحصل في المحيطات لما يحصل ارث كويك اساسا في قاع المحيط. فتعمل الموجة بتاعة التسونامي. والتسونامي طبعا موجة ضخمة مرعبة مدمرة. تقدر تدمر بلاد او مدن اكملها تمحيها عن وجه الارض. آآ بعد كده نكمل الكلمات. ايرابشن. دامج. دي ستراكشن. هاربر ويف. دي التسونامي اللي هي آآ بتوصل الموجة للمينة. جت كلوس تو. دا اوشن فلور. قاعة المحيط. اينورمس ليهائل. ريكتر سكيل. مقياس ريختر طبعا اللي بين ايست بي القوة او شدة الارث كويك. بعد كده العمودة التاني. واتش ستيشن طبعا علشان آآ يبنعوا الضمار اللي بيحصل من تسونامي او يقللهم مخاطر بتاعته. فعملوا آآ محطة مرقبة للموجة بتاعة التسونامي دي. آآ علشان لو اي زلزال طب هي بتاخد وقت زلزالة بيتحرك من قاع المحيط ويحرك الامواج بتاعة المياه فبتاخد وقت فعملوا محطات مرقبة. واتش سفور تترقب الارث كويك ده لو اي حاجة حصلت او شافوا اي ساين يحذروا المدن اللي اللي هيجي فيها التسونامي بحيث انه هم آآ طبعا يخلوها من البشر او البني ادمين وياخدوا احتياطاتهم. بعد كده عندنا آش وده آآ بعدا ما آآ آآ الفولكينو آآ يحصل له اروبشن والحمن بتاعته او خلاص تهدأ ممكن يبقى فيها بيخرج منها طبعا آش راماد. آآ او حاجة بتحركها قوة الرياح. كليف منحدر. آآ تمسك فيه النار. زي آآ بعض الغبات في استراليا. انجر يصيب او يجرح. اه يسرى حاجة عردا يعني آآ يتغلب عليه. وبعدين عندنا مهمة زي what's up with اللي هي what's the matter. ايه الحكاية او ايه اللي حاصل. عندنا ممكن تحصل مع ان هو يتخلص من علاقة مع شخص ما. يوقف خلاص ما يبقىش على العلاقة بشخص ما. وممكن يبقى عندنا get rid of something. يعني يتخلص من شيء equal through something away. بعد كده has a point has got a point معناها عند وجهة نظر. يعني نوعا ما او الى حد ما. دي كانت اهم الكلمات اللي عندنا في يونت 9. تعالوا بقى نشوف الجرامر. في اي مشكلة في الكلمات? قبل ما نكمل. لا تماما. اوكي تماما. طيب كان عندنا في اليونت ده الاكتف والباسف اللي هو اه ايه هو الاكتف وايه هو الباسف? الاكتف ده الجملة اللي انا عارف السبجكت بتاعها. الفاعل بتاعها. الجملة العادية عندنا في الاكتف بتتكون من زي ما احنا شايفين هنا هو اه تست انسرد سم كوستشنز. دي اكتف. ليه? عشان الفاعل اللي هو السبجكت معروف. مكتوب. فدي كده معروف مين اللي عمل الفيرب فدي جملة اكتف. اوكي مترتبة نفس الترتيب. سبجكت اللي هو الفاعل. الفيرب وبعدين المفعول. الجملة او هبعثوا يا موير طبعا. الجملة لما تتحول بقى من اكتف لباسف بصوا كده في الرسمة. بحدد اهم حاجة اللي هو الابجكت المفعول. وهبتدي بي. اجيبه في الاول. وبعدين لازم احط فيرب تو بي. وبما ان احنا عندنا هنا الباسف في الباسد يبقى هستخدم واز او وير. لو كانت المبني للمجهول او الباسف في البريزنت كنت هستخدم ام وإز وار. بس احنا عندنا الاكتف والباسف المرادي في الباسد. فهستخدم واز او وير. واز او وير على حسب الابجكت اللي انا جبته في البداية. اوكي؟ وحط واز او وير وبعدين. الفيرب بقى الهو هنزله تحت بي بي. والبي بي اللي هو التصريف التالت. طبعا التصريف التالت لو الفيرب ريجولار يعني يعني اللي هو بيتزود لي دي او اي دي او اي اي دي هينزل ازاي ما هو. هلاقي التصريف بتاعه التالت زي ما هو. لكن لو والفيرب ده irregular زي مثلا eat اللي هي eat هيبقى التصريف التالت بتاعه eaten فهينزل التصريف التالت وبعدين أحط buy والفاعل اللي كان في الأول ودي ممكن نحطها كده بين قصين يعني ينفع تتشال أو تفضل عادي لو شلتها مش هيجرى حاجة طب واحنا بنيه ليه بنعمل أساسا الجملة الباسيف علشان بيبقى المفعول أهم من الفاعل أو الفاعل معروف بالطبيعة يعني مش محتاجة أقوله أساسا معروف by the way إنه هو أساسا ده الفاعل بتاعه ومش مهم الأهم منه هو الـ object فيبقى هنا الـ active voice معناها إنه الفاعل بتاعي معلوم معروف لما حولوا لـ passive voice يبقى بابتدي بالـ object وبعدين أحط verb to be لازم verb to be وهنا بما إن إحنا بنتكلم في الـ past فهنحط was aware وبعدين الـ pp اللي هو التصريف التالت بتاع الـ verb اللي كان في الجملة الأساسية وآخر حاجة بحط by والفاعل ودي ينفع تتشيل أو لا في مشكلة في الجزء ده أمس حضرتك أمس أنا مش فاهم اللي هو الفاعل بيبقى الـ ووزة ورزة الـ pp ولا بنحط الـ ووزة اللي هو بنخلي الفاعل مثلا لو present simple بنخليه present continuous لا 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 بس إسمك إيه الأول معنش عشان الإسمة بكتوب بره بنت إسمك إيه؟ محمد محمد بس يا محمد ما تخلطش ما بين ما تخلطش ما بين الـ active والpassive اللي هو المبني للمعلوم والمبني للمجهول وما بين reported speech اللي هو الكلام المنقول ده مش reported speech ده active والpassive مبني للمعلوم ومبني للمجهول يعني إيه مبني للمعلوم؟ يعني أنا عارف الفاعل مين؟ المبني للمجهول أنا بادي بالمفعول ما عرفش مين الفاعل أو الفاعل جاي في الآخر أو الفاعل مش مهم المهم من اللي قدام ده أو اللي في أول الجملة ده المفعول مش الفاعل ده الفرق بين الاتنين غير خالص الربورتد سبيتش اللي هو الكلام المنقول انا بنق الكلام عن لسان حد فما تخلطش بين الاتنين هنا انا الجملة العادية بتاعتي فاعل فاعل مفعول الباسف ببتدي بالمفعول وبعدين لازم احط وهنا هستخدم وبعدين الفعل اللي كان في الجملة هحطه دي ما بتتغيرش خالص يعني الفعل دايما دي بقى في زامن الPP التصريف التالت بتاعه لازم بقى في التصريف التالت بتاعه وقبله was aware دي في الاكتف والباسف مش هتتغير ما عندناش اصلا الاكتف بتاع البرزنت تمام ما تخلطش بينها وما بين الربورتد سبيتش الربورتد سبيتش اللي هو الكلام المنقول فيه في الاول فلان قال لفلانة والكلام ده كله لسه هناخده بعدين اوكي طيب تاني جزء في اليونة ده كان عندنا الارتكالز الارتكالز اللي هي ادوات التعريف والتنكير كان عندنا اي وان اللي اتنين طبعا زي بعض اختلاف واحدة فيهم بتيجي قبل الكونسلنت والتانية بتيجي قبل الفول وذا اللي هي ادات التعريف واخر واحدة الحاجات اللي اللي بتاخد اي ولا ان ولا ذا فاستمناهم لشكل كده بسيط تعرفوا وتذكروا منه اي وان بتيجي مع الحاجات اللي اول مرة اتكلم عنها اي سو ان اولد وومن انا شفت امرأة عجوز اول مرة اتكلم عنها فاتاخد ادات تنكير اي وان دول ادوات تنكير بيجوا قبل الاسماء المفرد النكرة نكرة بتكلم عنها اول مرة انا شفت سيدة عجوزة انا معرفهاش بتكلم عنها اول مرة ان ده دوج برضو الدوج ده مش دوج محدد وبرده اول مرة شوفه in the park فكده الاتنين خدوا article تاني حاجة تاخدوا اي وان تاني حاجة بتكلم قبل الجوبس paula is a teacher my father is a doctor my mother is a nurse قبل الجوبس كلها بنحط اي او ان my father is an engineer قبل الوظائف كلها اي او ان وبعد كده description description اللي هي الصفات الادجكتف paris is an interesting city مدينة ممتعة طالما فيه هنا اسم الحاجة اللي بوصفها اللي هي ال city وقبلها adjective صفة هنا لازم احط article هو اساسا ال article بتاع النون ده بس طالما فيه adjective رحناها لورا خالص يبقى دول التلات حاجات اللي بحط فيهم ادوات التنكير حاجة بتكلم عنها الاول مرة ما تذكرتش قبل كده وانا معرفهاش مش بتكلم على حاجة تحديدا قبل jobs الوظائف وقبل adjectives الصفات برضو للاسماء المفرد تمام نيجي لتاني حاجة اللي هي the اللي هي قلب العربي اداة التعريف اول حاجة بتيجي لما كون اتكلمت عن حاجة اول مرة ودي تاني مرة اذكرها زي الجملة اللي كانت في i saw a man and a dog the man was old انا اتكلمت قردي على المان اول مرة واخد article لو اتكلمت يعني تاني المرة دي بقى هاخد the لان انا بقول الراجل يعني انا قصدي اللي اتكلمت عليه في اول مرة يبقى the اول استخدام لها انها تيجي مع تاني مرة اتكلم عن نفس الشيء او الشخص او المكان تاني حاجة لو بتكلم على حاجة تحديدا the children are in the garden الاطفال دول في الحديقة انا بتكلم على حاجة محددة قدامي بتكلم على حاجة محددة قدامي تالت حاجة حاجة تكون فريدة من نوعها زي earth كوكب الارض بقول the earth the river nile the moon كل دي حاجات في منها حاجة واحدة في الكون فدي حاجات فريدة من نوعها فدي جي قبلها زي على طول بعد كده الاماكن زي the park the school في اماكن بتاخد the قبلها the restaurant اللي هي الاماكن common places الاماكن العامة بعد كده the superlatives سيغة التفضيل في سيغة التفضيل لما بقول مثلا الفيل اكبر الاكبر بين الحيوانات فانا قلت الاكبر فهنا مثلا هو الطالب الأفضل في الفصل فهنا خد ذ حتى بالعربي هتاخد ذ هتاخد ال فقبل سيغة التفضيل بنحط ذ ذ واخر حاجة قبل الآلات الموسيقية the piano the violin the drum the flute قبل الآلات الموسيقية ده كده ذ اخر واحدة بقى الحاجة اللي مش بحطي لها ولا ايه ولا an ولا ذا نعم يا مايورة تفضلي اه لو بتكلم لو بتكلم على العاصمة بلد محددة اه طبعا انا حطي لها ذا انتي بتتكلمي على شيء محدد لا لو بتتكلمي على اي مدينة عمتا مش مدينة محددة يبقى ايه او an بتتكلمي عمتا انه مكان كبير فاقول او مثلا مدينة عمتا اكبر من البلدة بتكلم بصفة عامة دي بتاخد لها ايه 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 او an اما مش بتكلم على الحاجة محددة انا بتكلم بصفة عامة طيب طيب نيجي بعد كده zero article يعني ولا هتاخد ذا ولا ايه او an لو بتكلم اول حاجة على general meaning i don't like children انا مش بحب الاطفال في المطلق في المطلق ما بحبهمش طبعا دول جمع ما ينفعش ياخدوا ولا ايه ولا انا عشان ما حاجش يقولي تا ما هم مش معرفين احط لهم ايه وان لا دول جمع i don't like dogs i like cats حاجة في المطلق جمع ما ينفعش احط لها ايه وان خالص عشان دي جمع اساسا يبقى هنا اول حاجة general meaning حاجة في المطلق في العامة تاني حاجة الميلز الوجبات what time do you have breakfast i have lunch i have a snack كل التلات وجبات breakfast dinner lunch وكمان السناك اللي هي الوجبة الخفيفة كل دهم تحط لهمش article ولا ايه ولا انا ولا ذا بعد كده السنة والشهر واليوم اقول 2005 ما قلتش ولا ذا ولا ايه ولا انا january ولا قلت ذا ولا ايه ولا انا monday نفس الحوار on monday على طول on tuesday ما بحط لهمش article خالص يبقى calendar الحاجات اللي في النتيجة كلها السنين والشهور والايام ده بعد كده كلمة tv عمر ما كلمة tv بيجي قبلها ايه وان وذا لو انا بتكلم عليها بصفة عامة لو انا بتكلم عليها تحديدا يعني بقول مثلا television على الحيطة انا بتكلم على television تحديدا لكن عامة مثلا في فيلم او زا ما احنا شايفين there is a good film on tv في فيلم كويس في التيفي ما بحط لهاش اي article لكن لو بتكلم على التلفزيون كجهاز تحديدا مثلا هو موجود جنب ايه على الحيطة الكلام ده كله ممكن اقول ايه the television is on the wall next to the fan وهكذا لو بتكلم على التلفزيون كجهاز تحديدا لكن بتفرج على فيلم في التلفزيون on tv ما فيهاش مشكلة خالص او بتفرج على برنامج بعمل اي حاجة on tv على طول ما فيش ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ذا بعد كده كمان قبل المواد الدراسية اللانجوجز اللي هما اللغات وال المواد الدراسية he doesn't speak english ما باقولش he doesn't speak the english ولا ولا an english i study biology على طول من غير ولا ايه ولا ايه ولا ذا يبقى قبل اللغات والمواد الدراسية ما فيش article خالص no article اخر حاجة next و last لما جاقول last week last year last friday ما باقولش last the friday last a week ما فيش الكلام ده next نفس الحوار next week next friday next morning بعد next و last ما فيش article خالص تمام يا شباب any problem تمام يا miss great ده كان اهم الحاجات اللي عندنا في unit 9 ما فيش grammar تاني في اليونت نيجي اليونت 10 وكان بيتكلم على a place to stay مكان تعط فيه كان بيتكلم على anواع من البيوت و رحلات معينة فعندنا an adventure مغامرة go on a trick دي معناها on foot رحلة بس سيرا على الاقدام jungle long boat long boat اللي هو قارب طويل دول كانوا قارب بتاعة الفايكينج اللي هما السكان بتوع جنوب امريكا الاصليين بعد كده عندنا species فصائل او سولالات من الحيوانات مثلا fascinating مبهر دي هنا انا بتكلم على شيء انه هو fascinating او للموفي ده fascinating الفيلم ده مبهر tribe قبيلة keep out يمنعوا من الدخول sun tanned اخد tan اخد لون من الشمس surf رياضة رقوب الامواج average متوسط screen دي هنا مش جايب معنا شاشة دي جايب معنا تتائر بتقي مثلا من الشمس او من الحشرات النحية التانية on a trip وخليو بقلكم من on عشان حروف الجر مهمة جدا lifestyle orangutan وده كان انسان الحيوان اللي هو انسان الغاب tropical استوائي المناخ الاستوائي او الغابات الاستوائية دي اللي هي بتبقى حر وفي نفس الوقت مطرة poles الواح سواء wooden poles الواح خشب او metal poles المهم انها الواح fascinated ده بقى الاشخاص انا منبهر او هي منبهرة she's fascinated منبهرة بشيء معين brochure منشور سياحي لو مثلا بناخد brochure لمكان معين بيبقى فيه مثلا المتحف بيبقى عامل brochure ايه الاقسام اللي جوه المتحف ممكن تشوف فيها ايه وتروح لها ازاي ده اسمو brochure good humor ده عنده حس الدعابة ممكن نقول عليه funny يعني by the peach stereotype فكرة ثبتة مش بتتغير mosquitoes اللي هو النموس الdefinitions اللي جاية مهمة جدا لانها بتلقبط في choose لو انتو مش مذكرينها كويس فانا قصات تكتبها مش معناها بالعربي لانه مش هتفدكو بحاجة معناها بالعربي لازم تبقوا عارفين الdefinition كويس فهنا عندنا long house معناها زي مثلا شارع في شؤة منفصلة ولكن كلها تحت نفس السقف بلايكا street of separate apartments شارع في شؤة منفصلة all under one roof كلها تحت نفس سقف سقف واحد built on wooden poles مبنية على الواح خشبية فمعنى ذلك انها اعلى شوية من مستوى الارض to keep out flood water and animals علشان تبعد او تبقى بعيدة عن مية الفيضان او الانيمال فطبعا بيعملوا الواح خشب ويبنوها اعلى شوية من مستوى الارض ده long house نيجي ل detached house ده a house that isn't joined to another from all size يعني منزل منفصل عن اللي حواليه من كل النواحي مش متصل بالمنازل اللي جنبيه خالص عكسه بقى semi-deditched house اللي هو متصل بالمنزل اللي جنبه عن طريق حيطة واحدة a house that has one hole one wall joined to another house متصل بالبيت اللي جنبه بحيطة واحدة بس block of flats ده المبنى السكني اللي هو العمارة large building containing many apart من اللي فيه شواء كتير اللي بقى العمارة cottage ده اللي هو الكوخ او البيت الصغار ده بيبقى في countryside في الريف a small house usually عادة in the countryside ده بيبقى في الريف بعد كده bungalow البنجلو ده house that has all its rooms on the ground floor كل القوط بتاعته على الارض مفيش دور ولا اتنين مفيش first floor ولا second floor لا كله على الارض مفيش اكتر من دور هو منزل كل القوط بتاعته على الارض مفيش دور تانية مفيش دور تالت housing state دي بتبقى منطقة فيها عدد كبير من المنازل منطقة سكنية مبنية في نفس الوقت يعني منطقة سكنية كلها بيوت ما فيهاش مصانع ما فيهاش اي حاجتين caravan دي vehicle يعني مركبة that people live in during holidays الناس بيعودوا فيها اثناء الاجازات احيانا بيروحوا بيعودوا فيها مثلا في الماونتنز في الجبال او في الوودز في الغابة يعودوا في الكارفان اللي هي العربية اللي فيها بقى بينام وفيها مطبخ وفيها كل حاجة تراس مجموعة من البيوت كلها جنب بعضها متصلة عن طريق الحيطان الجانبية بتاعتاني البيت لازق جنب البيت في الحيطة بتاعتهم متصلين ببعض عن طريق الحيطة بتاعتهم تشاميني دي المدخنة اللي بتسمح له الدخان ان هو يخرج من السطح هيخرج ازاي عن طريق المدخنة التشاميني طبعا ده الاريال بتاعت التلفزيون اللي بيجيب الارسال بيستقبل اشارات التلفزيون فطبعا يجيب القنوات الجاراج ده المكان اللي بنركم في العربية بتطلعنا من طابق للتاني الجيت اللي هي البوابة المين دور اللي هو الباب الرئيسي اللي بيقفل الفتحة الفنس اللي هي في الصور فطبعا بنقفل اخر حتة في الصور بالبوابة اللي هيدخل منها اي حد لكن بقيت الصور بقيت الفنس كله مقفول دي بأكد تاني مهمة علشان ما تطلقبطوش في الاختيارات ما بين الفروق في المباني دي ميز ما يارس ما يارس ما يارس تطلق عشان هي تطلقات كتير ومش بفهم بس بس السميددتشد دول المنزل متصل باللي جنبه عن طريق حيطة واحدة بس اوكي اهي وان وول هز وان وول جوين تواناثر هاوس يعني الاتنين في بينهم حيطة واحدة مشتركة لكن التراسد هاوس دي مجموعة من المنازل كلها مشتركة مع بعضها في الحيطان كلها اللي على الجناب يعني طيب نيجي بقى للجرامر كان عندنا تو ماتش وتو ميني واناف طبعا تو ماتش وتو ميني بيعبروا عن ان الشيء اكتر من اللي احنا محتاجينه تمام فتو ماتش بتستخدم مع النون كاونتبول نون اللي هي الاسماء اللي غير معدودة وتو ميني مع الحاجات اللي بتتعد يعني لازم يكون اخرها اس من الاخر يعني يكون كلمة لها مفرد وجمع عشان هيا ما حدش يقول لي بيبول ما فيهاش اس لان هي اصلا بيبول مفردها فلازم يكون الكلمة ينفع بقى لها مفرد وجمع لكن مثلا ولا ليها مفرد ولا ليها جمع تي ولا ليها مفرد ولا ليها جمع هي الكلمة ذات نفسها نون كاونتبول خلاص فيبقى تو ماتش وتو ميني بيعبروا عن ان الشيء اكتر من احتياجنا مور دان وي وانت او نيد اكتر من الاحتياج زي مثلا you have too much free time عندك وقت free time كتير قوي you work too much انت بتشتغل كتير كل دول non countable لكن countable you eat too many eggs انت أكلت بيت كتير الاجز هنا تاخد many عشان دي countable اسم معدود نيجي بقى not enough يعني مش كافي اقل من اللي انا محتاجه او اقل من اللي انا عايزه not enough بيجي بعدها noun they don't have enough workers ما عندهمش عمال كفاية i didn't have enough type ما عنديش وقت كفاية او تيجي تعبر عن صفة she isn't old enough to vote هي لسه ما وصلتش لستن القانوني علشان تنتخب يعني هي مش كبيرة كفاية i'm not fast enough انا مش سريع كفاية for the team عشان انتحق بالفريق اخر حاجة i don't sleep enough انا مليمتش كويس you didn't study enough انت مذاكرتش كويس فهنا enough بتعبر عن ان الحاجة اقل من ما انا محتاجها فبالتالي في نقص في الصفة دي او في الاسم ده دي not enough اخر واحدة enough بردو بس هنا بقى اللي هو the right amount the right amount يعني الكمية المصبوطة اللي هي يدوب تقضي الغرض مثلا i earn enough money انا بكسب فلوس كفاية خلاص انا يعني فلوس دي بالنسبة لي كفاية ولا too much ولا هي كتير قوي ولا not enough ولا مش مكفياني لا انا انا تمامة الحمد لله we have enough chairs عندنا كراسي كفاية على قد الناس اللي جاية فهنا enough بتعبر عن the right amount الكمية المناسبة this place is big enough المكان ده كبير كفاية على قد الناس اللي جاية برضو you're clever enough to see it انت زكي جدا او شاطر بالقدر ان انت تقدر تشوفه بعد كده i think i sleep enough اعتقد ان انا نمت كفاية he eats enough for his age هو اكل كمية مناسبة او كفاية لعمره فيبقى عندنا الجزء الاولاني too much too many ايوه 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 اه حاضر هقول دايني يبقى too much too many معناها ان الحاجة زيادة عن ما انا محتاجها not enough مش كفاية يعني اقل من اللي انا محتاجه not enough يعني اقل من اللي انا محتاجه محتاجين زيادة وايناف لوحدها من غير النفي اللي هي من غير not معناها ان الكمية مناسبة تمام يعني ولا اقل ولا زيادة الكمية مناسبة جدا تمام محمد تمام طب هو too much بتيجي مع الاسماء المعدودة ودد المعدودة tool وحدها يعني بتيجي مع الصفات اساسا لكن too much مع الاسماء اللي ما بتتعدش too many مع اللي بتتعد لكن tool وحدها من غير ورا much ورا many دي بتيجي مع الصفات اصلا اقول لك too old كبير اوي too tall طويل اوي too hot سخن اوي بتيجي مع الادجكتفز اساسا ما بتجيش مع النونز لكن too much وtoo many too much مع الاسماء اللي ما بتتعدش too many بتيجي مع الاسماء اللي بتتعد افتكروها بالسؤال بتاع العدد لما تيجوا بتسألوا على العدد بتاع حاجة تقولوا how many pencils فافتكروها بالسؤال ده لما تيجي نسأل على العدد بستخدم many عشان كده many بتيجي مع countable تمام جزء التاني كان عندنا future simple بwill وطبعا ده بالنسبالكو اكيد سهل جدا بنستخدم will مع كل الضماير وبيجي بعدها الانفناتف ده ما احنا شايفين work في الانفناتف بدون اي اضافات والنفي بتاعها نفس الفكرة want والانفناتف وخلوا بالكم من الملحوظة هنا ان احنا بنستخدم want مش will not ما بنكتب شوي not بنكتب want الاتنين سواء الاسبات او النفي بيجي بعدهم الverb في الانفناتف بدون اي اضافات فدي اهلا جدا بعد كده طريقة السؤال ان انا زي ما انتم شايفين اجيب will في الاول he will work عايز اسأل هل هو هيشتغل هجيبها في الاول هبعت الورق على الجروب حضر فهنا زي ما احنا شايفين الجملة مسلا you will work تبقى will you work السؤال جاست ان انا بدلت الاتنين مع بعض جبت will في الاول وبعضيها اللي هو الفاعل حد عنده مشكلة في will الفاعل بيبقى في المصدر يا مش صح اه اه will الفاعل بيجي في المصدر بدون اي اضافات هي والنفي بتاعها والسؤال كله في المصدر تاني حاجة في المستقبل ممكن استخدمها هي going to going to عاملة زي الساندويتش بتاع البرجر لو رسمنا فكركم بيها لو رسمنا ساندويتش البرجر هنرسم ادي جزء البرد اللي فوق وبعدين البرجر وبعدين البرد اللي تحت صح كده اللي فوق لازم يبقى فيها السبجكت اللي هو الفاعل وبعدين هنا verb to be اللي هو am او is او are وهنا عندنا going to ومعاها الانفينيطف برضو المصدر البرب في الانفينيطف ساندويتش البرجر ده ماينفعش تاكل حاجة من غير التانية فهم التلات اجزاء بتوع الفيوتشر دول ماينفعش جزء فيهم يبقى ناقص الفاعل اللي هو i we you they he she it وبعدين verb to be اللي هو هنا am او is او are وبعدين going to والفاعل المصدر حبعت وحاضر تمام طبعا بما ان احنا هنا عندنا am و is و are فبالتالي هما اللي هيتنفوا يعني هما هتبوا am not isn't aren't هما النفي طرح ما عندي verb مساعد هو اللي هيتنفي وهو اللي هعمل بيه السؤال لو هعمل بيه السؤال هلقبط ترتيب البرجر وهجيبه في الاول اخط is او are في الاول طبعا ده هنا future مستقبل فهو والفوتشر بتعول نفس الكلمات الدلة عليهم اللي هما tomorrow next week next year next friday in وسنة في المستقبل in a year في خلال سنة كل دول علامات على future حد مطلقبط بين will we're going to yes وزاعد بيقول لي كلمة مثلا you don't have a pen i will give you a pen ولا i'm going to give you a pen يعني وزاعد بيقول هني لا هقول دلوقتي اللي اختلاف ما بين اللي اتنين بس مبدئيا في الفورم بتاعهم التكوين بتاعهم حد مطلقبط بينهم طيب تمام نيجي بقى للفرق بين اللي اتنين حطت هولكو كده جنب بعض علشان يبقى سهل ان انتو تذكروا اول حاجة will ما بتجيش مع حاجة عليها دليل ما عنديش دليل انا بعمل تنبؤ تنبؤ في المستقبل ما عنديش عليه دليل وبيستخدموها كمان في النشرة الجوية تمامي بأول حاجة التنبؤات والنشرة الجوية لما اجا اتكلم على الطقس هتكلم بwill تاني حاجة القرارات طبعا